بعض العرب ودك تحطه على الراس وتقبل يدينه ومتنه وراسه لأنه كفو لصار للحبل مساس وحتجت للفزعة يجيك بحماسه وإن استشرته جاك بالشهور ما حاس بيّن لك الإشكال عند التباسه يكفخ كما يكفخ مع الجو وقرناس شبح سمى عن الطمان ومحاسه هذا تشرف لصدفته بمجلاس بعده كدر خاطر وقربه وناسه وبعض العرب ودك بل أقدام ينداس ما به سوى هرجى القفو والبلاسه عقرب ثرى بعروض الأجواد لغغاس صدره يغيظ ويمتلي بالخساسه عقرب ثرى بعروض الأجواد لغغاس صدره يغيظ ويمتلي بالخساسه شاذب قفا مغتاب نمام بلاس ومنبوذ عند قريبينه وناسه بين العرب كأنه شراره ومجباس عقد النشبله وحل هالغير لاسه ولي جام مجلس مهلقاني وهلاس ما كن هلا مرش حلا الرياسه ولكن هلا من ركب قبله فراس متوشح بسيفه ودرعه وطاسه من لا يعرفه يذكر فعال جساس مع الشجاعة والبسالة فراسه وحقيقته يرتاع من وقش قرطاس ويجف له بالليل صوته البساسه وعن واجباته مروغاني وهباس لو طاب له يومين جاه انتكاسه يبقى كلامه خط مرسم ابك الراس ينزال بالمم حسري عن طماسه وجه البخل للمال لما معواس بعده جلاهم وقباله تعاسه وجهة نظر وعنيبها ناس من ناس ما فيه رجالا عنيثه براسه الشاعر حمد بن سالم الضوي شكرا